ايه انا بحب الرئيس جدا 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 واحترمه جدا واقدره جدا واجله جدا لانه هذا الرجل يستحق مني ان اقف له احتراما وان انحني له تقديرا وان اشكره على كل حاجة عملها في مصر من سنة 2014 تقول لي يعني يا عم يوسف ايه اللي حصل اقول لك ما تيجي نبص كده مع بعض ونتكلم حبة بالحقيق والارقام الناتج القومي الاجمالي المصري اي كل الحصيلة التي تنتجها مصر لا مش في 11 انا بتاع الكلام ده 10 اوعى الاستقرار اوعى الطعامة اوعى الحلاوة كان الناتج القومي المصري الاجمالي قد ايه 214 مليار دولار ودور ورايه بعد اذنك ودور ورايه طيب احنا وصلنا سنة 21 لناتج قومي اجمالي قد ايه 404 مليار دولار طب نسبة الزيادة قد ايه اقول لك انا 84.5% زيادة في الناتج القومي الاجمالي قبل ما اتحاول تفسيرها تفسير خاطئ ارجع انا اقول لك هو الناتج القومي الاجمالي العالمي في 2010 كان كام اقول لك برضو كان 566 مليار اه اسف 566 تريليون دولار العالم طيب زاد قد ايه زاد 42% بس فبقى تقريبا حوالي 803 تريليون دولار في نفس ذات المدة من 10 لحد 21 الله يعني مصر حققت زيادة في الناتج القومي الاجمالي بتاعها خد بالك بقى 84.5% اما العالم فزاد 42% فقط طب السؤال هل مثلا التعداد بتاع السكان عندي زاد 84.5% ومن ثم زاد الناتج القومي الاجمالي بالمقابل اقول لك لا طبعا طب ده معناه ايه معناه ان مصر قدرت في مصارها الاقتصادي وهي عايزة تزود الناتج القومي الاجمالي بتاعها انها تخلق فرص عمل تقلل معدلات البطالة وبالتالي الناس اشتغلت فزاد الناتج 84.5%